في سياق آخر شدد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس على ضرورة رفع وطيرة عمل النظافة في مختلف المدريات والإسفادة من المعدات والأليات المتوفرة والعمل على رفع إرادات الصندوق وفقا للنظام والقانون جاء ذلك خلال ترأس اجتماع لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن حيث ناقش الاجتماع والية تنظيم عمل اللوحات الإعلانية في الخط البحري والتحضير لإعلان مزاد مفتوح للراغبين في التقدم المستثمرين والشركات الإعلانية شريطة أن تكون اللوحات ضوئية ومواكبة لما هو معمول به عالميا في التسويق الإلكتروني الجديد وقرر الاجتماع عدد من المناقصات للتوريد